مع ثقة لأيام الحرب في أوكرانيا وطولها تتعقد الحسابات أعلى الهرم السياسي الأميركي الرئيس جو بايدن بدأ كمن يفشي سرا خطيرا باعترافه أن مخزون عدد من أنواع الدخيرة في الولايات المتحدة بدأ بالنفاذ مع استمرار دعم أوكرانيا وعلى الفور انتقده المحافظون واتهموه بإفشاء ما كان ينبغي أن يكون سرا من أسرار الدولة قال مضيف البودكاست الأميركي ستيفن جيست ألا يهتم الرئيس بايدن بأن خصوم واشنطن في الصين يستمعون؟ في تجربة افتراضية لاحتمالية اندلاع صراع قليمي كبير مثل الحرب مع الصين احتاج نفاذ مخزون الأسلحة الأميركية بعيدة المدى المضادة للسفن ثلاثة أيام فقط فالمرجح أن لا تلبي مخزونات الكثير من الأسلحة والدخائر الحالية التابعة للبنتاجون طلبات أفرع القوات المسلحة الأميركية لكن الطلبات المتقلبة والمتعددة للإدارة الأميركية بحسب صحيفة وول سريت جورنال هي أحد أسباب هشاشة القاعدة الصناعية فبدأت بعض الشركات المصنعة تسعى للحصول على أرباح إضافية عبر صناعة جزء أو جزئين لصواريخ متعددة ورغم النقص فإن لجنة المخصصات في مجلس النواب ترفض تمويل شراء كميات كبيرة من سلاحين حاسمين هما الصاروخ القياسي ستة وصاروخ أمرام جو جو مشكلة خزائن السلاح والموارد لا تقتصر على أميركا فمع المخاوف الدولية من نقص الفولاذ الصلب المستخدم في صناعة أجزاء من الدبابات قامت شركة ألمانية بشراء مسبك للصلب عمره مئتا عام في محاولة لسد جزء من الفجوة العالمية في مجال التسليح لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة